بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الموصلين إن شاء الله تلعكم فيديوهاتي بالصحة والسلام إن شاء الله حبيب قلبي اليوم جبت لكم طريقة جد وسهلة وبسيطة يعني لشيواء الدجاج وافتقدت يعني طريقة اثنين في واحد يعني شيواء الدجاج في نفس الوقت تحصل على صوس حلوة ولديدة وجميلة يعني طيبة 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 صدقوني أو لا أروع ويعني طريقة سهلة وسريعة سريعة يعني الشي المميز فيها يعني لدتها وبنتها والسرعة كيما راكم تشوفوا حبيب قلبي في الصور الأولى راكم تشوفوا هنا الطريقة شيواءها واللحم يعني راكم تشوفوا نشواء يعني اللحم يعني مشوي واستفدت من الصوس معاه الصوس تحبوها يعني تخلوها على جنب أو يعني تخلوها مع اللحم أنا فضلت هناك لها مع اللحم يعني مع اللحم كيما راكم تشوفوا طريقة جد وسهلة وبسيطة ومتمنى إن شاء الله تجربوها ويعجبكم هذه الفيديو وما تنسوش حبيب قلبي اشترك في قناتي وتفعيل الجرس وتعطوني لايك فضلا وليس أمرا وتفضل تجولي الفيديو إذا أمكن يعني كما راكم تشوفوا حابا يفقى بي الصور الأولى كيفاش خرجنيها كيفاش جاني هذا الشي وقتها اللحم السريع هنا عندي قطعة درجاج نظفتم ونقيتهم ومساويتهم درت عليهم الكوركم ضفت لهم شوية ملح يعني كما راكم تشوفوا موضح في الصورة ضفت لهم شوية فلفل أسود وهنايا وضفت لهم شوية زنجابيل هنايا وهنا عادي نضيف لهم تاني كذلك ملعقة قهوة تقريبا يعني فلفل أحمر كما راكم تشوفوا هنا في الصورة الموضحة هنا حابا يبقى لبي هنا تقريبا ملعقة فلفل أحمر درت النصف وزدت النصف الثاني مش مملوقة يعني على حسب كمية الدرجاج اللي عندك نعاود حابا يبقى لبي قطعة درجاج ضفت لهم الملح الكوركم الزنجابيل الفلفل الأسود والفلفل الأحمر وهنا ضفت لهم زيت الزيتون وملعقة تقريبا طماطم مصبرة ونخلط للكل هنا يا حبيب قلبي وتخلوا الخلطة تقريبا واحد نصف ساعة نصف ساعة يعني هنا يا وتخلطوا الخلطة مليح مليح هنا كما راكم تشوفوا كيفاش غادي ندير الطريقة أمامكم الصورة مواضحة هنا حبيب قلبي عندنا حبيتي هنا تفتحي اللحم شوي باش تدخلك تدخلك الصوصة في اللحم ما حبيتيش أنا ما حفتحتش يعني هك راكم تشوفوا بهذا الطريقة ومبعد كل ما تكملوا هادا الطريقة تخلوها تقريبا واحدا نصف ساعة وهي يعني في صوصة نداحة عيني عشان يشربوا لكم يعني يمتص يمتص هادك الصوصة كي مرة كم تشوفوا لازم تحاولي الدخل يعني تدخطي على الصوصة في الداخل اللحم كي مرة نديم موضح في الصورة كي مرة هكذا ومبعد الطريقة الطريقة شوائهية في المقلات يعني طريقة سهلة وبسيطة يعني تخلي تدري هادك القطعة على اللحم اللي خليتيهم بعد نصف ساعة هنا هايا الهنا يعني نستف فيهم في المقلات هنا طريقة جد وسهلة وبسيطة وجا عندك ضيف على غفلة أو يعني ما عندكش الوقت أو لنساء لأخواتنا العاملات يعني هادا طريقة جد فعالة لهم ويعني أو فكرة عاشاء أو غاداء يعني ما عندكش وحتاريتي هالك الطريقة يعني سهلة وبسيطة ولازم الصوصة كلش تفرغيها هنا فوق اللحم كي مرة موضح في الصورة هنا وتغطي هنا وعلى النار أقل من المتوسط أقل من المتوسط وتخليه بش يعني اللحم يستويلك من داخل الوطي هايا كي مرة كم تشوفوا حبيب قلبي هنا على النار أقل من المتوسط هنا خليته طريقة جد وسهلة بسيطة أتمنى شاء الله تستفدوا من هاد الفيديو ويعني وتكون فكرة جديدة يعني وفكرة تأخذوها فكرة تأخذوها يعني وتسهل عليكم ويعني طريقة قطلك جد وسهلة يعني كان طرق عدة هذه طريقة كامرانية ونحن يزيد يكمل ونضج في المقالات وعلى نار أقل متوسط وإلى اللقاء في فيديو جيدة إن شاء الله